بمشاركة بطاركة ورؤساء الكنائس في مدينة القدس انطلقت مسيرة سلمية من بطرياركية روم الأرثوذكس باتجاه باب الخليل وذلك استنكارا لمحاولات المستوطنين الإسرائيليين الاستلاء على عقارات تاريخية تابعة للبطرياركية ورافضين قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بعدم قبول الاستئناف المقدم من البطرياركية وقد أقام المشاركون صلاة جماعية في محيط العقارات التي يحاول المستوطنون الاستلاء عليها خاصة فندقاء امبيريال وفترا وشدد رؤساء الكنائس على أهمية الوجود المسيحي في المدينة المقدسة مستنكرين استهداف الاحتلال تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وأحلال المستوطنين فيها